بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو حلقة جديدة مع كورة كل يوم نهاردة ان شاء الله زي احنا متعودين دايما كل يوم اتنين الجزء التاني من حلقتنا لمدة ساعة هتكون الفقرة العالمية وبنتابع كل الدورات الاوروبية واللقاءات المهمة خارج مصر هنتفرج على الدور الانجليزي الدور الاسباني الدور الايطالي ونشوف اهم النتائج هيكون معنا كمان اهداف لكأس سويسرا كأس سويسرا طبعا محمد النيني ووحمد حمودي وكهربا مع بازل وجراس هوبرز هنشوف كمان هزيمة كبيرة للكابتن حسن شاحاته وفرقته الدفاع الحسني الجديدي امام المغرب التطواني في الدور المغربي خمسة واحد هزيمة تقيلة جدا طبعا كابتن حسن وكابتن طارق مصطفى ونور السيد هنتابع كل نتائج اللاعبين المحترفين خارج مصر في الدوريات العربية والدوريات الاوروبية هيكون معنا كمان اهداف للدور الاماراتي والاسبوع التاني للدور الاماراتي لكن زي ما احنا متعودين هنبدأ باخبارنا المحلية وقبل ما نبدأ اخبارنا المحلية ندخلكوا شوية في الدور المصر تاني ونشوف النتائج بتاعة الاسبوع التاني كلها يعني نشوف كل النتائج نفكركم بنتائج اللقاءات في الاسبوع التاني والمتشاط اللي هتتلاعب في الاسبوع التالية ان شاء الله يوم الاربع والخميس القادر الاتحاد السكندري فاس فوس كبير على بيترو جيت اربعة اتنين وتقلق اوكوروي اللاعب الاسيوبي مع الاتحاد السكندري واحرز هدفين ده منهور وحرص الحدود واحد واحد مباراة ده منهور في الشوت التاني تفوق وقدر يتعادل وكان ممكن يكسب حرص الحدود كان تقدم حرص الحدود بهدف جميل جدا لأحمد حسن ميكي وتعادل ده منهور بهدف لحمادة الغنام الداخلية بتتقلق مع الكابتن علاء عبدالعال وبتفوز على النصر أربعة صفر وده الفوز التاني النادي الداخلية وبيتصدر الداخلية الدوري الممتاز برسيد ست نقاط المصري وفوز على الأسيوتي سبورت المقاولين واسموه هتعادل سلبي صفر صفر في ملعب المقاولين العرب دي مطشاط الأسبوع التاني الإسماعيلي ومصر المقصة 2-2 مباراة كان فيها مصر المقصة هو الأفضل وتعادل الإسماعيلي مع المقصة فيه آخر 10 دقيق وفيه كلام على ريكاردو رغم تجديد الثقة من مجلس الإدارة لكن فيه كلام على تغيير الجهاز الفني في الفترة القادمة الرجاء والفوز على الجونة 1-0 والفوز ده هيدي دفعة كويسة لنادي الرجاء مع بداية الدوري بعد الهزيمة الأولى اللي تلقاها نادي الرجاء من المقصة والخسارة دي هتخلي الجونة يعني في حالة عدم توازن المطشاط اللي جاية مهمة جدا بالنسبة للجونة عشان ما يخشش بدري في دوامة الهبوط زي ما أنتوا عارفين أن السنة دي هيعبط خمس فرق إلى القسم الثاني وأخيرا فوس كبير للزمالك على طلاع الجيش وأداء رائع لنادي الزمالك مبارح وطريقة هجومية لنادي الزمالك كان بيلعب بحوالي خمس فرودة اتنين خالد أمر وعبدالله سيسيو من تحتي أيمن حفني ومعروف يوسف ومؤمن زكريا عملوا جيم كبير وحزم إمام عبدالشافي على الأطراف طلاع الجيش مبارح كان في حالة عدم توازن وكانت المبارحة ممكن تنتهي أكتر من كده كانت النتيجة ممكن تجور الزمالك ضيع فرص كتير دي مطشط الأسبوع التاني من بطولة الدوري الممتاز تعالوا نشوف بقى مطشط يوم الأربع والخميس في الأسبوع التالت إن شاء الله المصري وده منهور الساعة أربعة وربع يوم الأربع القادم حرص الحدود والمقاولين الساعة أربعة وربع برضو والساعة سبعة وربع أمبي ودي دجلة نقدر نقول نادي أمبي وخسارة كانت غير متوقعة أمام اتحاد الشرطة ودي دجلة كانت اتعادل في المباراة الأولى أمام فريق بيترو جيت لقاءات الأسبوع التالت هتستكمل يوم الخميس سموحة والنصر الساعة أربعة وربع في ستادي اسكندرية والمباراة دي هتكون مزع على هواء مباشرة إن شاء الله في قناة النهار رياضة الجونة والإسماعيلي مباراة مهمة للفريقين الإسماعيلي عايز يرجع ويتواجد فيه الصدارة في الدوري ويكون موجود في المربع الدهبي عندهم قضطين من تعادلين الجونة بنقطة واحدة فقط هتلعب على ملعبها من الإسماعيلي ماتش صعبة على الفريقين بيترو جيت والرجاء فيه استاد الجيش في السويس بيترو جيت السنة دي يعني فيه حالة عدم توازن كده في الماتشين اللي احنا اتفرجنا عليهم خزيمة من الاتحاد وتعادل مع ودي دجلة الرجاء منتشي بعد الفوز الأخير على الجونة الدخلية وطلع الجيش وهنا بقى نقدر نقول الدخلية هل يواصل انتصاراته مع الكابتن علاء عبدالعال ولا طلاقع الجيش يرجع تاني مع الكابتن أنور سلامة بعد الهزيمة الكبيرة من الزمالك مصر المقصة والأسيوتي في استاد الفيوم والمباراة دي برضو هتبقى مزاعة عندنا ان شاء الله في النهار بلس بلس تو وبرضو مباراة بيترو جيت والرجاء هنزيع ثلاث لقاءات على الهواء مباشرة مباراة سموحة والنصر بيترو جيت والرجاء ومصر المقصة والأسيوتي والمباراة الأخيرة هتكون مباراة اتحاد الشرطة مع الزمالك كابتن خالد الأماش هيواجه إعصار الزمالك بقيادة حسام حسن هل يقدر اتحاد الشرطة يعمل نتيجة إيجابية ولا حيواصل الزمالك انتصاراته في الدوري المصري ويقدر يفوز ويلعب بنفس الطريقة للاعب بيها أمام طلاع الجيش كل الحاجات دي هنعرفها يوم الأربع والخميس القادم إن شاء الله أو القادمين إن شاء الله في إطار الجولة التالتة والأسبوع الثالث من الدوري الممتاز تعالوا نبدأ أخبار